السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هشرح برنامج صغير هو برنامج يعتبر امتحان او تستر جاده للضرب بس بطريقة صريفة وصغيرة طبعا البرنامج سهلة جدا زي ما احنا شايفين البرنامج بتاعنا بيتكون من 2 فورمز او 2 او فورمتين الفورم الاولى اللي هي فرم اجزام والفورم التانية فرم ريزلت هنبتدي نتكلم عن اول فورم اللي هي فورم فرم اجزام بيتكون من حاجات صغيرة جدا بس اهم حاجة لما نيجي نشتغل في البرمجة عموما ما ننساش ان احنا نخلي الفورم بتاعتنا اسمقنا اسمقها واضحة زي فرم اجزامي بقى اعرف ان اديه الفورم بتاعت الامتحان وفرم ريزلت وهي دي فرم ريزلت طبعا اللي هي النتيجة يبقى فورم للامتحان وفورم للريزلت هنتكلم عن محتويات الفورم اول حاجة لو بصنا على اللي هو اللي مكتوب في السؤال رقم ده لابل رقم اثنين شوف الاول فين لابل رقم واحد جميل اول واحد لابل رقم واحد هنكتب فيه كلمة الناتج بعد كده هنعمل لابل رقم اثنين هنكتب فيه السؤال رقم دي طبعا حاجات سابتة لابل ثلاثة هنحط فيه الاكس او فيه لابل أربعة هنحط فيه الاكوال اللي هو يساوي واحنا عندنا ده لابل رقم ثلاثة ده لابل رقم أربعة نحط اكوال بس او بيساوي لابل رقم خمسة هنحط فيه الاكس برضو وبعد كده فيه عندنا لابل اسمه LBL number one وان ده وبعد كده في لبل نمبر وبعد كده اللي هو رقم السؤال ومسلا افتراضي او الطبيعي ان هو ده ما هيكون رقم السؤال رقم واحد بعد كده وهو اللي هتظهر فيه النتيجة يعني مسلا لو عندنا واحد واحد في واحد 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 في اثنين باثنين بعد كده اللي بيقل true answer الاجابات الصحيحة اللي هو ده ما طبعا اللي بل ده انا عامله visible equal false يعني ما يظهرش بسنا هنخليه true عشان نجرب الاول ونشوف شكله النتيجة بتمشي ازاي وبتظهر ازاي بعد كده هي bb1 اللي هي picture box لو جينا نشوفها هنا عشان بقى احنا عالفين شكلها ايه بنفضل نتحرك هنا ودي هنا عندنا بكتشر بوكس بنسحبها عادي هنا عندنا وناخد بتاعها وخلاص دي بقت بتاعتنا خدنا واحدة بعد نخدها ممكن نعمل ناخدها نسخ control c وبعد كده control v عملت لنا واحدة تانية يا اما بنعمل drag او بنختار واحدة كمان بكتشر بوكس مسلا عملنا واحدة هي ومسلا بنروح واخدين البكتشر بوكس التانية واحدة هنعملنا الاتنين بكتشر بوكس بتاعتنا طبا بنعملهم بالمساحة الطبعية بتاعتهم لازم تكون لو جينا هنا في الخصائص بتاعته لازم يكون زي ده تلاتين في تسعة وسبعين الصيز اللي هو العرض تلتمية والهيد تسعة وسبعين ده بالنسبة للبكتشر بوكس هل في عندنا حاجة تانية ايو فيه تيكست اسمه تيكست انصر ده وفي عندنا button btn انصر لو زي ما احنا شايفين لو بصينا هنا هنلاقي كل حاجة عندنا واضحة وليها اسم يعني معنى ان انا لو عندي برنامج البرنامج ده ممكن يكون عشرة فورم او برنامج كبير جدا لو انا جيت فتحت السيليوشن بتاعي لو عندي هنا انا 10 او 15 او 20 اقدر احدد من اسم الفورم الفورم ده ايه الو زيمة بتاعتو او بيعمل ايه? مش هتيوها ما يسيب شي مسلا فورم وان وفورم وفورم او فورم ستري وفورم فورم وبعد كده ادخل جواه كله فورم عشان شوف الفورم ده ويعمل ايه? لا اول لما اجي ابدأ شغلي لازم ابدأ من الاول الفورم بتاعي يكون لي اسم افهم من الاسم ده ايه؟ يعني انا بعمل فورم لوجن فورم يدخل ويبقى لازم نعمل لوجن فورم هعمل insert new user او مستخدم جديد insert new user فرم insert new user طبعا ان شاء الله ممكن نشوفها بعد كده مهم تمام هنبتدي نقف على الفورم هنا كده وندوس F7 F7 بيخلينا نشوف الكود خاص بالفورم اللي احنا فيها زي ما احنا شايفين نفعلها الفورم exam هنا وحتى ممكن نغيرها نخلاها هنا بابده فورم exam او فورم وانه مش مهمش تفرق سواء ده او ده اول حاجة بنكتبها اعطاها قده انا ما كنتش محتاجة انا كنت عامله قبل كده شوف تمام اول حاجة dim as new random طبعا random ده معناها عشوائي ده class موجود عندنا في ال .NET بنعمل object منه dim as new random لازم طبعا new لو انا عملت as random ما ينفعش as new random بعمل object من class بعد كده بندخل ف نقول انا مش هعرف ازاي اضيف الجزئية ده نفترض ان احنا او ان انا مبرمج لسا مبتدى بختار من هنا طبعا الفورم exam exam events اللي هي الاحداث يعني او الخصائص بدوس هنا وبعد كده باجي هنا بختار انا هشتغل في ايه افضل امشي 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 او دوس حرف l l l لحد ما جالي load اختارت ال event بتاعي load بيفتح لي الشكلة ده مش عايزين نعملها لو انا شلت دي خالص مثلا بعد كده اختارت اختارت load فتح لي already نفس الشكل اللي انا بقول عليه بس طبعا انا بحب لما اجي اشتغل في ايه كود بتاعي بكتب try و catch عشان لو حصل اي مشكلة عندي المشكلة دي ما توقف ليش البرنامج او ما يظهرش للمستخدم او user error message طبعا هشيل دي لان انا مش محتاجها انا بس يعني مفترض على سبيل المنسال شكلها بيبقى عامل ازداء او ازداء بنعملها وانا طبيعي في طريق الشرح بحب اشرح الشرح بتاعي simple يعني سهل على اساس ان لو في حدنا مش فهم حاجة ان شاء الله تكون واضحة طيب عملنا هنا او حطينا في عندنا function اسمها generate numbers function دي او العملية او المعادلة اللي هي بتعمل بتعمل نمبر بتعمل ارقام او بتجدد الارقام بتاعتي هنشوف طبعا الفنكشن دي عملينها private sub بنكتب private sub generate numbers طبعا بنتلع برا الساب بتاع فنكتب وانا عايز اعمل حاجة زي كده او عشان اعملها get result 1 كده احنا خلاص اكدنا اعملت sub او private جديد فنكتب زي ما شايفين اعمل هنا اسم الفنكشن بتاعتي باسم واضح يكون لي افهم منه اسم الفنكشن حتى جوه بيعمل ايه المهم اعملنا اه sub او ده ايسف ده private sub انا عمله private sub الاساس ان انا مش محتاج الفنكشن لازم بترجع result يعني انا اعمل كده الفنكشن دايما لما بتيجي نشتغل او نستعين بيها الفنكشن لازم بترجع حاجة as integer as as ترجع as array list ترجع array ترجع الرزل تبتاعي طبعا لما بتيجي هنا ترجع as integer as array او as integer لازم حطلها الناتج بتاعها يعني مفروض دي في الاخر بترجع integer او بترجع string طبعا دي حاجات يعني بنقولها في السكة كده العلوات ستنفع في اي وقت تاني بنعمل بنعمل او بنعمل بياخد سبعة as string يعني عندنا الري الري دون في سبعة item طبعا زي ما احنا عارفين ان الري الري اللي ما انا عملت الري بياخد رقم ثلاثة يعني الري دا وانا عملت كده الري دا وانا اخدت له لينس بتاعه ثلاثة يبقى الري دا اليوم ما انا جاي هشتغل بيه الري بيبدأ هنا بالزيرو ان هو عندنا بدل فيه اربعة بيبدأ اول حاجة لازم يكون الري زيرو number zero ما ينفعش ان اقول الري ثلاثة يعني يبدأ من رقم واحد طبعا item برقم زيرو راح فين لما انا كده حاجة زي كده بيبقى اربعة يبقى انا كده zero one فيه حاجة احب اوضحها لكم طبعا 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 كما نرى اضافة طبعا واضي فورم ريزلت بخش الفولدر اسمه بن فولدر اسمه debug بحط فولدر جواه جديد بعمل نيو فولدر جوا فولدر ال debug اللي موجود جواه البن اللي موجود جواه solution نفسه بكتب اسمه fruit وافتح دوا او ديه شكل الصور بتاعتي دوا احنا بصين على الصورة دي صورة زي دي كان baby one baby two baby three baby four baby five six وهكذا طبعا حتى بالنسبة للدوج برضو واحد اتنين تلاتة اربعة بالنسبة لل الورنج البرتقان واحد اتنين تلاتة اربعة حد ما نخلص جدولة دارة بتاعنا اللي هو حد اتناشر على حسب طبعا التست بتاعنا ديه حاجة كنت احب اوضحها طبعا زي ما احنا شايفين ان الصورة بتاعتي تاني باسم 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 وانا جيت نزلت الصورة هنا ادي اسم بتاعها baby one بس انا مش محتاج هنا الرقم واحد انا محتاج ان الصورة بتاخد بس اسم الكاتوري بتاع الصور يعني مثلا انا عندي 11 صورة او 12 صورة للبيبي 12 صورة للبانانة 12 صورة للباتشر 12 صورة للدج 12 صورة للورنج 12 صورة للستروبري 12 صورة للستروبري يبقى انا محتاج اسم الصورة بس من غير ارقام بمعنى ان انا دلوقتي كاتب كده baby one dot jbg baby two dot jbg baby three dot jbg baby four dot jbg baby five dot jbg لو احنا ماشيين كده هتلاقي كلمة baby سابتة بس فيه رقم اللي بيتغير لحد ده رقم 12 طبعا لو شفنا مثلا baby four فتحناه هنا فيه رقم واحد اتنين ثلاثة اربعة طبعا الصور دي انا هرفقها في فايل عشان تبقى سهلة على الناس ديني طبعا الصور دي عملنا لها دولوب من على النت وابتدى نعمل لها edit او نعدل فيها عن طريق الفوتوشوب لو احنا شوفنا هنا باتشر باتشر one باتشر two باتشر three باتشر four باتشر five باتشر six باتشر seven زي ما احنا شايفين الكلمة ثابتة بس بعد الكلمة بنحط رقم واحد او اتنين وثلاثة او اربعة وده وان دليل على اللي عدد الصور الموجودة هو الصورة نفسها ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة طبعا الكلام ده كله ينطبق على كل مسلا دي فراولة زي ما احنا شايفين بستروبول هتلاقيه هنا رقم واحد نعمل كده بستروبول رقم اتنين لو احنا بسطينا فوق هنلاقي الرقم اللي فوق هنا هو بس اللي بتغير في حين ان الصور هنا بتزيد دي بالنسبة للنقطة دي وعملنا صورة تانية اسمها zero طبعا نبتدي نشوف القرية بتاعنا طبعا كل ما انا بزود عدد من الصور او مثلا كل كاتجوري معينة يعني مثلا زودت ولد زودت بنت ممكن اضفها هنا بس لازم يكون في الجدول التاني في حضر اتناشر صورة لان ده جدول ضرب طبعا نقول هنا الرائي بيكتشر اعملت له اسم الرائي بيكتشر بياخد اللينس بتاعه بياخد سبعة هقول اس سترينج طبعا هنا يعني بيقولني الرائي بتاعي ده بياخد سبعة ايتم الايتم اللي بياخدهم دول كل واحد فيهم سترينج وليس انتجر مش رقم بياخد كلمة يبقى الرائي بيكتشر بياخد ضج بياخد 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 بنقول بعد كده lbl number 1 بقول ان اللابل اللي هو بياخد الرقم الاول .txt بياخد rand rand زينا اتفقنا اللي هي هنا random بس انا حديتها هنا فوق عشان تبقى ثابتها معي بعد كده يعني اقدر اختار اسم ال object بتاعي واختار الامر random في منه بياخد يعني او انا عملت كده rand. بياخد ال random بتاع بياخد next و بياخد nextbytes و next double طبعا هنتكلم عن النقطة دي الوقت اللي هي اللي تهمنا بياخد rand بياخد next اولا بياخد next كده rand.next بيفتح الكوز بتاعي بياخد عندي اول حاجة بيرجع integer يعني رقم واحد بس ما بحطرهش حاجة يعني او انا قفلت كده ده اوكي مفيش مشكلة بس انا مش عايز كده انا بيقول هنا ان طبعا بدوس الكيرسور يعني الزرار الاتجاهات فوق وتحت لما اختار تحت هنا بيقوله 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 ان rand لل next بياخد minimum value as string و max value as string و بيرجع integer و بياخد integer لان ما كتبت واحد و خمسة عملت كده يعني ان ال line ده او الامر دوا بيرجع لنا رقم عشوائي بيبدأ من واحد لخمسة لان انا عملت run لأول مرة هيجبدي رقم واحد مثلا او اثنين او اثنين او اربعة او خمسة تاني مرة هيجبدي رقم مختلفة بس الارقام بتاعتنا هتنحصر في خمس ارقام طبعا احنا هنا عملنا عشان هشاغلين جدول ضرب فحطينا بيبدأ من رقم zero او من جدول zero لحد جدول اتناشر يعني جدول اتناشر include او موجود جواه dot to string لان انا عملت ليه dot to string هنا لان انا بيرجع الناتج بتاعي في label او بيرجعه في label دون بياخد text بياخد string label number two هيقول برضو نفس الموضوع dot next بياخد zero والاثناشر dot to string هتقول لي في النقطة دين انت عملت حاجة زي كده ليه عشان انا محتاج رقمين ففي واحد ممكن يقول لي لا انا هحط الراند دون هنا على الاثنين label على طول او ليه ما عملتوش رقم انا عايز الرقم عايز الراندم بتاعي دون يجي مختلف في الاثنين label مش عايزة يجو نفس ال label ما انا ممكن اكتب هنا label number one dot text يعني دون بيسوي دفاح هتلاقي ان كل مرة السؤال بتاعنا لما يجي هيجو zero zero one one two two كده انا مش محتاج كده انا محتاج ارقام مختلفة المهم هنا بنقول اف ان label number one اللي هو اللي بياخد رقم واحد dot text equal zero zin picture dot image طبعا ده بالنسبة لده هي انا او انا بعمل condition بتاعي لان انا في الحالة ان label بيسوي zero ان انا محتاج الصورة تظهر zero لكن لو انا الرقم العشوائي اللي جالي ده مثلا واحد او اثنين يبقى انا محتاج الصورة يظهر فيها شكل مثلا ولد او فراولة لو ال random number الرقم العشوائي جي فيه مثلا رقم اثنين محتاج ان انا يظهر عندي اثنين برطقانتين يبقى انا في الحالة بتاعت الزيرو بس لازم ارجع في picture box one الاول لازم ارجع في الصورة بتاعت الزيرو يبقى انا في الحالة دي بقول اف ان label number dot text equal zero بقول ان picture box one dot image equal image form file بحط ال application dot start up وطبعا اخبركم يا جماعة الامر دوان مهم جدا لان فيه ناس كتيرة برضو من بتستخدموش الامر application dot start up مهما حطيت او مهما حملت solution بتاعي او البرنامج بتاعي في اي مكان اللي هو الapplication dot start bus بيجيب للباس بتاعي اللي حق جوه الفايل او الفولدر اللي اسمه debug اللي موجود جوه البن طبعا عشان احطت فولدر اسمه fruit فطبعا بقفل الكود بتاعي بفتح cotation على fruits الفولدر على الصورة اللي اسمها zero dot jpg طبعا في حالة ان الرقم اللي جالنا مش zero واحد او او اتنين او ثلاثة يبقى انا في اللحزة ديا لازم اعرض الصورة بتاعي شكلها عامل ازاي لو احنا جانا هنا طبعا هقول هنا الف condition بتاخد else ده لو بترو بيحط zero طب لو بفولس جات بقى رقم بقولنا picture box one dot image بياخد from file application dot start bus هياخد الفرود بعد الفرود اللي بيحصل عندنا الفرود بياخد رقم يعني الفرود ده one بياخد رقم واحد او اتنين او ثلاثة الحد رقم اتناشر تمام بروح بقول ان الarray picture اللي هو ده one الarray picture انا عايزه ييجي الرقم ده one ييجي عشوائي عشوائي ليه لان انا محتاج في اللحزة ديا لو انا جالي ان الرقم بتاعي خلينا ماشين كده رقم بخمسة يبقى انا محتاج اول حاجة ان الarray ده one الarray picture ياخد اي واحدة من دول فلما انا محتاج ان هو ياخد اي اسم من دول يبقى انا محتاج ان انا اقول له ان الrandom number اختار لي من zero لستة يبقى انا الarray picture ده one وبعد كده بحدد له ان الrandom number او الرقم العشوائي بتاعي او الاختيار لأني item موجود جوه الarray دوا بقول له اختارهولي من zero لستة انا مرة ممكن يختار لي baby اختار لي بانانة اختار لي الحيطة دي كلها استعاضة او بترجع كلمة baby بس او بترجع بنانة او butcher طبعا بعد ما بختار اسم الكاتجوري بتاعتي محتاج ان انا اجيب الرقم اللي هو اتلاع لي في الrandom هنا او اتلاع لي في ال label number one ثم يبقى انا في النقطة دي بعد ما رجعت baby او orange او banana whatever بختار هنا convert two int او two integer 32 لو انا جيت للنقطة الصغيرة دي هاتولي طيب يا مجد انت في النقطة دي ليه هعملت convert two integer 32 ليه محطتش label number text او label number one . هقول لان الarray بتاعنا الاسم دي يعني الرay picture لما بياخد الرقم zero هيختار البانانة دي اول حاجة تاني حاجة اللي هي بنزر الجزئية ديا لما انا بحتاج ان انا اضيف على نفس الاسم بتاعي عشان ارجع يعني مثلا يا جماعة نفترض ان انا الامر دو بستعيده برقم زي دا عشان بردو تبقى واضحة شلت القرية دو واختارت ال baby مثلا كل دي انا مش محتاجها انا كل محتاج ان انا اعمل دا كل لو احنا حتى مشينا كده انا شلت الحتة دي كل لها لحد هنا وحطت مكان هبيبي الجزئية دي كل لها محتاج ان انا احط رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة تمام بمعنى كده ان انا بقول ل الفولدر الاسمه فروت بحط فيه بيبي وان دوت جي بي جي وطبع ممكن اشيط دي كلها خلص انا بس بوضح لكم المفروض الشكل الطبيعي كان يكون عامل ازاي كده لكن انا هنا محتاج ان انا اخطاء البيبي دي ان تجيلي مختلفة كل مرة فبحط الاري اللي احنا عملناه هنا وبدل ما احط الاري زيرو واثبت الزيرو بتاعتي لا بقوله من صفر الستة بعد كده الكونفيرت دوت تو انتجر للليبل وان دوت تيكست عشان اعمل كونكاتيت او جامعة الاتنين مع بعض وبعد كده بضيف عليهم الجي بي جي لبعد كده المقطة دي واضحة بشيل دي خالص طبعا اللي احنا عملناه بالنسبة البيكتشر وان هيتعمل نفسه البيكتشر تو بس طبعا دي بتحط هنا فيه لابل نمبر وان و لابل نمبر تو بعد كده بنقول ان البيتي ان البطن الاسمه انسر كل مرة بقوله هاتلي البيت صب الاسمه جيت ريزلت زي ما اتفقنا هنعمل هنا برايفت صب نكتب للا واحده زي ما احنا عملنا كمي برضه بني وقف هنا بنكتب برايفت صب مثلا مي او اي حاجه ما يجد مثلا از مش از عملنا كده كده خلاص فتحنا تراي وكاتش بنكتب خلاص ده برضه مش محتاجينه انا بس بوريكو شكل الصب بيكاتب ازاي لو حد عندوش خلفية هنا بنكتب برايفت صب جيت ريزلت يعني هاتلي الناتج بقوله اف ان التكستانسر بيكوال لابل ريزلت لابل ريزلت لابل ريزلت يعني معنى هنا ان انا برجع الناتج بتاعي او اسف بعد ما يا جماعة هنا بنخلص بنجيب الرقم واحد ورقم اثنين بقوله هنا لابل ريزلت لابل ريزلت بيساوي كونفيرت بحول عشان انا هنا عمل عملية ضرب عملية ضرب بدايا لازم ما ينفعش ياخد رقم آسف بياخد هنا بس في الضرب وما يقدرش لو جيت ضربة واحد في واحد هاجيلي 11 مش هينفع او واحد في واحد وهما الاثنين تكست هيجيبلي 11 او هجيب ارور لكن انا محتاج في النقطة دي ان انا اضرب رقمين فبعض طب الرقمين اللي جايين لي دول جايين لي فلاازم عال له كونفيرت كونفيرت دوت تو انت او انتجر 32 بحط الليبو النامبر وان دوت التكست وبقفل خالص في كونفيرت دوت تو انتجر 32 للليبو النامبر تو دوت التكست تبقى كده احنا وصلنا ان الناتج بتاعنا اللي بيجي عشوائي في المرة ديا او درجة اجيب الناتج بتاعه كام لو احنا جينا زي ما اتنقنا تاني هنا بقول ايه ان التكستانسر التكستانسر اللي هو دوما بقول ان في التكستانسر بييقوال او بيساوي ال LBL result دوت تكست زين اعمل او نفذ ان ال label true answer طبعا انا بجيب كام سؤالة حلة صح بحطه في label text answer اللي هو ده بقول هنا لو الاجابة اللي انا حاططها صح زي اللي موجودة في ال label answer خليلي ان ال label true answer بيساوي convert to to integer 32 لل label true answer dot text زائد convert to integer 32 one يعني ثم بعد كده يبقى انا المفروض عشان زي ما قلنا بعملنا عملية حسابية عملية حسابية ما ينفعش تتعامل بين two string لازم يكون الاتنين رقمين فطبعا ان ال label true answer dot text اللي هو بيساوي zero في اول مرة دون text يبقى انا لازم اعمله convert dot to integer 32 لل label true answer dot text plus زائد convert dot two integer 32 one وبعد كده بعد ما بخلص دي خالص بقول generate numbers اللي احنا خدناه هنا بيعمل لرقم جديد خالص بعد ما بيخلص العملية ديا بقول له ان ال label question number اللي هو ال label ده ده بالضبط اللي هو رقم السؤال بقوله ان ال label دون اعمل له برضو ان الرقم اللي موجوده جواه plus one طبعا ال default بتاعه بيبدأ بواحد بقى انا بعد السؤال رقم واحد بفروض سؤال رقم اتنين يبقى انا بقول هنا convert dot two integer 32 لل label question number dot text اللي هو اخد رقم واحد plus convert dot two integer 32 plus one بعد كده بخلي ان ال text answer dot text equal string dot empty او فاضي خالص وبعد كده text answer dot focus focus يعني يقف جواه لو انا مفترض جيت دوست على البطن ده وانا السؤال شغال في اه بعض البراغ ما بيحبش يستخدم text dot focus لك انا لا بقول انا ممكن استخدم enter حوالي هاركو برضو وبعد كده text answer dot focus بعد كده بقول له if convert dot two آآ آآ تمام convert dot two integer 32 لل label question number dot text اكبر من convert dot two integer 12 32 يعني لل 12 زن روح على الفورم اللي اسمها form result لل label اه ماشي اوكي طب نسيب النقطة دين بس انا هوضح لكم هنا نقطة صغيرة او هقولها مفيش مشكلة هنا في عندنا بقول ان عدد الاسئلة اللي عندي لو جيت اكبر انا بحدد الامتحان بتاعي يا جماعة ل 12 سؤال مش عايز اكتر من كده ممكن اخليه خمسة ستة زي ما انا عايز كل اللي انا بعمله بغير الرقم ده انا هنا بقول لو ان ال label question number اللي محدود فيه ارقام الاسئلة لو اكبر من 12 اعمل condition ده وان لو لا ما بيعملش حاجة فبقول لو هو اكبر من ال 12 بقول في عندي فورم result هنروح للفورم الثانية دي بسرعة الفورم result زي ما احنا شايفين هنا عشان برده بالعمالية واضحة ما بيباش طعبة بقول ان التكست بتاعه اوكي ماشي يا معلو انا بشرح بالطريقة ديا لان في ناس فعلا بتكون محتاجة انها تستفاد ممكن هون في ناس ما عندهاش خالفية اوكي الناتج اعتقد هنا فيه label برضو انا حتى بجيب اسماء labels طبعا انا بحط هنا تكست في التكست بكتب بس اسم ال label عشان اقوط لكن هو بعد كده بيجي فيه result المهم ادي عندنا الفورم بتاعتنا طبعا دي كلها labels عادية بكتب فيها بس كده ودي نقط عادية كدزين او شكل كل اللي انا بعمله هنا بقول عدد الاجابات equal label true answer بعد كده عدد الاجابات الخاطئة equal label wrong number والاجمالي equal label to question اللي هو label total as of question عدد الاسئلة طبعا في الغالب طبعا هو بيجي 12 لان بجمع الاتنين دول زي بعض بعد كده الناتج بيستاوي label result ودي هنشوفها موضوع هاي بس انا ايه احبت اوضح لكم يبقى النقطة دي هنا بقول ان الفورم سوين بس اتأكد هل هنا في labels تانية label one two three four اوكي ده هي كلها اسماء ال labels دي هنا ماشي يبقى احنا هنا بنيجي في الفورم بتاعتنا نفس الفنكشن اللي احنا كنا فيها بنقول ان الفورم في فرم result زي ما اتفقنا ان احنا لازم يكون الاسماء بتاعتنا واضحة عشان اعرف انا رايح فين هنا قايل ان عندي فورم اسمه result dot label true answer dot text يعني انا عندي اتنين label true number واحد في الفورم الاولى الفورم exam ونفس الاسم فيه formula result طبعا بقوله ان الفورم result dot lbl هيجيب لي هقوله اللابل اسمه true answer dot text هخليه بيساوي اللابل true answer dot text يعني معنا كده ان انا الاجابات الصحة ان انا جبتها هنا سواء واحدة او اثنين او ثلاثة او اربعة بحطها في form result او بحطها في اللابل true answer الموجود في بعد كده بقوله form result dot show لان انا مش محتاج الفورم اللي انا في بس انا محتاج ان انا اظهر الفورم التاني طبعا هنا نقص حتة صغيرة هنا وبكده اعتبار بكون خلصنا النقطة الهنا عندنا text answer للكي اب يعني زي ما اتفقنا انا ممكن اختار من هنا text طبعا هعمل دي كده عشان برضه كل حاجة جماعة عندنا بيكون لها event هقول برضو حتى لو انا بباجي اشتغل من هنا اقدر اشوف الحاجة تعتدي اسمها ايه حتى صعب علينا حتى لو انا عندي مليون حاجة يعني طبعا ال label one label two ممكن تكون دي مش واضحة بس انا مش محتاج ان انا سميها لان انا مش محتاج مش محتاجها ممكن تكون دي السؤال رقم كذا يعني السؤال رقم يعني الكلام بتاعها زي ما احنا شايفين كده السؤال رقم هل دي انا محتاج ان اعرف دي label can مش محتاج كل انا محتاجه ان انا الحاجات اللي زي كده هي اللي انا جيب النواتج بتاعتها ال form exam باختار هنا in text number اختار منه ال event الاسمه key up key طبعا كل حاجة من ال event دي لها مرحلة بتاعتها بس لو وصلنا لحاجة محتاجينها ممكن نبسط عليها اختار برضو try and catch يبا كده فتحت ال stop بتاعي او ال event بتاعي ده ال event يا جماعة ال key up نشيل ديان خالص ونرجع تاني زي ما كنا بال default بقول هنا بحط طبعا ترى وكاد اشتاعت بقول if in the event dot دي ال event ده اعتبر ال event ال event ده انا ال event ال key يعني اي زرار انا بادوس اي زرار انا بادوسه وده بيكون ال event يعني بقدر اجيب ممكن اقدر اجيب ال value بتاعتي ده بيساوي ايه بيساوي واحد بيساوي اتنين بيساوي enter بيساوي shift بيساوي control اتنين بيساوي اتنين بيساوي 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 result اعمل لي جيت الناتج او هاتلي الناتج اللي هي دي زي ما اتتفقنا بيشوف ان ال اتنين equal bound بيزود وبعد كده بيزود السؤال برقم واحد بعد كده بيفضي ال text answer وبعد كده بيوقف في ال text answer وبعد كده بيعمل بيتشيك هل ان ال text answer ان ال question number السؤال اكبر من 12 او اكبر من 12 بيروح لل form الثاني طبعا بالنسبة للنقطة دي هنا كده ال form دي خلصناه طبعا هنا ماشي انا هسيب النقطة دي عشان اوضح لكم لسه حاجة بنيجي هنا لل form الثاني زي ما احنا اقولنا بندوس F7 وبنتشوف ال form دي هنا زي ما اتفقنا مرة اللي فاتت بنختار فوق ال form result event وبعد كده بيقول if ال label wrong number equal يعني بيقول هنا ان في عندي label اسمه wrong number .txt هيساوي convert لل two integer number هقول له بيساوي ال 12 ناقص ال label wrong number هقول طبعا انا عندي عدل الاجابات بتاعتي العدل الاجابات دي بتبقى مثلا اوكي نفطر انا بدينا 12 سؤال جاوبة ستة يبقى انا محتاج ان انا اطرح 12 ناقص ستة هيديني ستة اسئلة يبقى هنا ال label long number بيقول او بيقول فيه 12 ناقص ستة هيجيب لي ستة بس اذا اعمل convert لان انا هنا بطرح رقمين من بعض بعد كده ال label total question dot text هيساوي اللي هو عدد الاسئلة هيساوي الاتنين زي بعض اللي هو ال label true answer dot text plus convert لل two integer لل label wrong number dot text بعد كده ال label result dot text بيساوي convert dot two integer 32 لل label true number في عشرة انا محدد ان السؤال بتاعي الواحد هتديله عشر درجات يبقى انا محتاج في النقطة ديا ان ال label result هيساوي convert لل label true answer العدد بتاعه جالي ستة اسئلة في عشرة هيجيب لي ستين وبعد كده بقول له لو انا جيت هنا دست هنا close double click عليها button اسمه close حطيت end اندي يعني اقفل البرنامج طب نرن البرنامج كده ونشوف البرنامج بشكله هيعمل ايه ندوس F5 جاب لي هنا البرنامج بتاعي طبعا سمعين عشان برضو في حاجة انا كنت اعملها قبل كده form exam اوكي طبعا كل حاجاتي كنت انا اعملها hidden false طبعا انا بس الحتة الجزئية اللي تحت دي اللي انا بعرضها دلوقتي دي انا مكنتش بواريها في البرنامج بس احنا عشان نشوفها هنا بيقول السؤال الاول وطبعا ده بعمله هيدا ما بيظهروش برضو بقول هنا او او بقول ان الثمانية في سبع بتسوي ستة وخمسين يعني معنى كده لو انا كتبت هنا ستة وخمسين دوست enter قال لي الايجاب بتاعتي واحد طب لو انا قلت هنا تسعة في الساعة بتسوي تاتة وستين وقلت بزيرو الرقم اللي فوق ده هو مازاتش ليه لان اجابتي غلط طبعا التمانية بدي تيجي عن الرقم ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ادي التمانية وادي ستة زي ما موجودين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بكتب تمانية واربعين هتلاقي رقم واحد اللي فوق ده نركز كده هجدين رقم اتنين زاد طب الرقم دوما بقي سوى عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر في زيرو بزيرو طبعا هنا ممكن نحط كل الارقم بتاعتي قال لي هنا عدل الاجابات الصحيحة اربعة الاجابات الخطأ تمانية الاجمالي اتناشر يبقى ناتج بتاعي اربعة في عشرة باربعين طب نجرب هل الحاجة بتاعتنا ممكن تطلع صح؟ انا هجاوب هجاوب الاسئلة كلها صح ادي عشرين ستة وتلاتين مية اتناشر حداشر خمستاشر عشرة حداشر زيرو اربعين اربعة واربعين اتناشر جاب لي فعلا الاجابة بتاعتي مية وعشين ما كده اجابتي صح طب لو ما افترض ان انا جبت حاجة واحدة غلط اخر مرة سبعة في واحدة بسبعة هقول لي اجابة واحدة بس اللي عندي صح زيرو زيرو كده اتنين اوكي زيرو يبقى الاجابة بتاعتي صحيحة اثنين يبقى كده البرنامج كله شغال بس طبعا استأذنكم في الحتة دي بعد كده نقفل دي كده اتنين اتنين اربعة خمسة ستة سبعة تمانية九 وبنحسن الرقم بتاعنا هنهقول برضو زيروまずrange ده كان مثلا واحد اتنين اتنين اربعة خمسة ستة اتنين اربعة ستة تمانية تسعة 9 كده برضو اتنين في اربعة تمانية كده اجابتنا عندنا صح كده اعطاك التلاتة او اربعة صح وهنا دعوان اتنين اربعة ستة تمانية اتنين اربعة ستة سبعة زي يكون تلاتين مثلا اي حاجة انا بجرب فقال لي اعجب الاجابات الصحيحة خمسة الاجابات الخاطئة سبعة وكده اطبع البرنامج ان شاء الله خريص وتمنى ان هو ان شاء الله يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله بلا كده